اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اولا باول شيئان سيلحقان بك الاذى بالاستناد الى برجك يعتقد المنجمون ان تكوين شخصياتنا الامور التي نفضلها وعيوبنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بطريقة تموضع الكواكب في اليوم الذي ولدنا به ان ابراجنا الشمسية التي يعرفها معظمنا تمثل صورة عن انفسنا نظهر بها امام العالم على الرغم من وجود عوامل كوكبية اخرى تشكل مخططاتنا الفردية الابراج الشمسية لها صفات محددة بوضوح فانت لن تختلط عليك الامور في تمييز برج الحمل عن برج العذراء على سبيل المثال وكل علامة لها دوافعها واهدافها في هذا الفيديو يكشف لنا الفلك الامرين الاكثر قدرة على الحاق الاذابنا بالاستناد الى برجنا تابعوا معنا برج الحمل الامر الاول كبح الاندفاع برج الحمل يحتل الترتيب الاول بين علامات الابراج ولذلك فهم لديهم حب القيادة بالفطرة مواليد هذا البرج يميلون الى زج انفسهم في مواقف بدون التفكير بالعواقب الشيء الذي يمكن ان يوقعهم في المتاعب لكن المحاولات لكبح اندفاعهم هي مثل المحاولات لاخبار الشمس بان لا ترتفع الى كبد السماء مواليد هذا البرج سوف يرفضون القيامة باي عمل اذا ما طلب منهم فعله بالطريقة السهلة الامر الثاني الكذب ان مواليد برج الحمل بسيطون وصادقون ويريدون من الجميع ان يتعاملوا معهم بنفس الطريقة برج الثور الامر الاول ان تكون مزيفا مواليد برج الثور هم اناس مخلصون ويتوقعون من اقرب الناس واعزهم عليهم ان يبادلوهم نفس المشاعر اذا كنت مزيفا ومخادعا فسوف يكتشفون ذلك بسرعة من ثم سيقومون بمداوات مشاعرهم التي تأذت بسببك ويتعهدون بانه لن يكون لديهم ابدا اي شيء يتعلق بك الامر الثاني ان يتم استعجالهم مواليد هذا البرج يريدون التأكد من ان جميع التفاصيل موجودة قبل المضي قدما في اي عمل اذا قمت باستعجالهم للقيام باي عمل فان ذلك سيشعرهم بالحزن برج الجوزاء الامر الاول اهانة ذكائهم مواليد برج الجوزاء هم الاكثر ذكاء بين الابراج وهم يعلمون ذلك عندما يقول شخص ما في حقهم اي شيء خلافا لذلك او حتى يستخدموا احد ما عبارة هذا شخص غبي سيكون تأثير ذلك عليهم كتأثير وضع الملح في جرح مفتوح مواليد هذا البرج اجتماعيون ودائما ما يرغبون بالضردشة والحديث مع الاخرين حول مختلف المواضيع الامر الثاني اخبارهم انك مشغول اذا حاول مواليد الجوزاء التواصل معك وقمت بالاعتذار عدة مرات فسوف يأخذون الامر على محمل شخصي ويقطعون علاقتهم بك برج السرطان الامر الاول رفض نصائحهم مواليد هذا البرج يحبون تقديم العون والرعاية لباقي الابراج واكثر ما يحبون فعله هو مساعدة احبائهم في حل مشاكلهم من اكبرها حتى الابسط منها الامر الثاني اخبارهم انك لست بحاجة لهم يحب مواليد هذا البرج ان يشعروا بحاجتك الدائمة لهم فهم اناس محبون للاخرين ويشعرون بالامان في وسطهم الاجتماعي في بعض الاحيان يحتاج مواليد برج السرطان للاحساس باهتمامك بهم كي يشعروا بالطمأنينة وعليه فان ابعادهم عنك سوف يشكل لهم جرحا عميقا يصعب شفاؤه برج الاسد الامر الاول استغلالهم مواليد هذا البرج مخلصون كريمون جدا وسيقومون بفعل اي شيء من اجل ارضاء اصدقائهم من القيام بواجبات مجالسة الاطفال في اخر لحظة الى اقراض المال الامر الثاني تجاهلهم ان مواليد برج الاسد لديهم حب فطري للظهور هذا يعني انهم دائما يحبون ان يلعبوا دور البطولة في حياة جميع افراد عائلتهم اذا ما تم تجاهل مواليد هذا البرج فانه سيشعر بضيق وحزن كبيرين اذا لم ترد على رسائلهم النصية سيبقون مستيقظين طوال الليل يتساءلون عن السبب برج العذراء الامر الاول عدم الالتزام بمعاييرهم حتى الناس الذين لا يعرفون الكثير عن علم الفلك يعرفون ان مواليد برج العذراء هم اناس مفرطو التنظيم ويولون النظافة اولوية كبرى اذا تمت دعوتك الى مكان يوجد به مولود برج العذراء لتناول مشروب او وجبة غداء لا تقم باهانتهم عن طريق تركك للاطباق القذرة على الطاولة او عدم قيامك بطي المناشف بعد استخدامها الامر الثاني ان تكون فضا معهم اذا كنت تخالف صديقك مولود العذراء في الرأي وضح له ذلك بلطف لان قيامك بذلك بطريقة اخرى كالصراخ سيؤذيه كثيرا يواجه مولود العذراء صعوبة في فهم حقيقة انه ليس لدى الجميع نفس الاهتمامات والاولويات وحين يكتشف هذا الشيء لدى احد مقرب منه يشكل له ذلك صفعة على الوجه برج الميزان الامر الاول عدم الانصاف كما هو متوقع من برج سمي تيمنا برمز العدالة لا يستطيع مولود برج الميزان تحمل اي نوع من المعاملة غير العادلة يتوافق مواليد برج الميزان مع الجميع تقريبا ويرغبون من احبائهم ان يتعايشوا معهم ايضا الامر الثاني كره اصدقائه حين تقول لمولود الميزان انك لم تحب اصدقائه فذلك امر محزن جدا بالنسبة له كأنك تخبره بانك لا تحبه برج العقرب الامر الاول الكذب عليهم بحسب الفلك يصنف مولود برج العقرب على انه جهاز كشف كذب بشري لا يكتفي مواليد هذا البرج باخبارك بانك تحاول الكذب عليهم بل من المستبعد ان يسامحك على فعلتك خلال وقت قريب لا احد يحمل الضغينة كما يفعل مواليد العقرب الامر الثاني كشف اسرارهم يحب مولود العقرب ان يحفظ ويكتم الاسرار كما يحب ان تكتم اسراره ان اخبرت مولود العقرب سرا فتستطيع الاطمئنان ان سرك مصان ومقفل عليه لكن ان افشيت سرا اخبرك به مولود العقرب ولو قليلا فتستطيع ان تودع العلاقة فيما بينكما برج القوس الامر الاول اخباره انه غير مضحك ان روح الفكاهة التي يتمتع بها مولود القوس اسطورية فيحب هذا البرج ان يترك البسمة على شفاه من حوله اذا اخبرت مولود القوس انه غير مضحك بل اسوأ من ذلك انه ممل ستكون بالنسبة له كطعنة في القلب الامر الثاني عدم تقديم الهدايا له يكره مولود القوس الناس الذين يستمرون بالاخذ طوال الوقت دون ان يقدم شيئا في المقابل لذا اذا كان صديقك المقرب يتذكرك دائما في الاعياد والمناسبات فيفضل ان تبادر الى رد هذا اللطف كي تبقى علاقتكما قوية وصلبة برج الجدي الامر الاول نبذه لا يشعر مولود برج الجدي بالاهانة بسهولة لكن احد الاشياء القليلة التي يمكن ان تؤثر به جدا هي ان يتم نبذه او تجنبه من قبل شخص عزيز جدا عليه لذلك ان فكرت بقطع علاقتك بمولود الجدي فكر مليا لان ذلك عنده يعني قطعها الى الابد بدون اي احتمال للعودة الامر الثاني الطعن في الظهر الطريقة الاخرى المؤكدة لاهانة مولود الجدي وازعاجه هي خداعه اذا كان لديك زميل من مواليد الجدي في العمل فلا تحاول تحقيق مكاسب عن طريق الوشايا به الا اذا كنت تريده عدوا مدى الحياة برج الدلو الامر الاول مقارنتهم بغيرهم عندما تقول عن مولود برج انه مميز فريد من نوعه يعتمد على نفسه حتى انه قليلا غريب الاطوار فانت بالتأكيد تتكلم عن مولود الدلو الامر الثاني عدم محاولة فهمهم ويحذر الفلكيون من انه اذا كان لديك احد من مواليد الدلو في حياتك كن على ثقة بانهم يعرفون ما في قلبك من مشاعر واذا ما كانت حقيقية او مصطنعة فحاذر من التلاعب بمشاعرهم برج الحوت الامر الاول انتقاد اعمالهم يعشق مولود الحوت الجمال والابداع لذلك اذا سألك مولود الحوت عن رأيك في عمل من اعماله سواء ان كان لوحة او رواية اختر كلماتك بعناية لان مولود هذا البرج يشعر بالعدائية اذا انتقطت اعماله بطريقة فضة الامر الثاني اخبارهم انهم عاطفيون يشعر مولود الحوت بالاشياء بعمق فهم اول من يلاحظ اذا ما كنت تمر بيوم سيء ان اخبارك لمولود الحوت بانه عاطفي او مزاجي او انتقاد اسلوب حياته يجعله ينفر منك بسرعة كانت هذه جولتنا من قناة ريوش تيفي مع الشيئين الاكثر قدرة على جرحك بالاستناد الى برجك اكتب لنا في التعليقات ما رأيك بما يقوله الفلك عنك والى اي برج من الابراج انت تنتمي اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الاعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فورا نشرها اما اذا اردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامك الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة